أخوك طلعت مطر أقليم جمهورية مصر العربية فلسطيني مسركان جمهورية مصر العربية من أبناء الشتات يعني شرف إلنا أن إحنا نكون وقفين هنا وسط أخواتنا وسط شبابنا الفذائي وشبابنا المقاوم اللي بيقاوم على الأرض إن على هذه الأرض ما يستحق الحياة يعني إحنا شرف إلنا إحنا ما عملناش إشي وقفين ويعني أقلش نكون متضامنين معاهم ونكون أيضا في قلب الخطر اللي هم فيه ما شاء الله شبابه كبار وقفين بيقاومه وقفين أربكه استطاعوا أن هم يخرجوا حتى المستوطنين كمعلمة من الشباب توا من على الجبل لكن ضايله النقطة العسكرية وده برضو الاستمرار على المبدأ والاستمرار على أن الأرض كلها إلنا والأرض لا تصلح إلا لطرف واحد وهو حق الشعب الفلسطيني فيه وإحنا برضو كأبناء شتات نحن أبناء شتات لاجئين خرجنا أهلينا مازلنا وهذه الرسالة نحن بنوصلها أن نحن برضو في وجودنا هنا وسط الشباب هو إيماننا بحق العودة وأنه حقا إن شاء الله عائدون إلى فلسطين فلسطين إن شاء الله كلها من النهر إلى البحر شاء من شاء وأبا من أبا بالتأكيد أنه لا الحدود ولا المسافات الجغرافية ولا الساحات المختلفة ساحات التواجد الفلسطيني المختلفة يمكن لها بأي شكل من الأشكال أن تمنع الامتداد الحقيقي والتآلف الحقيقي ما بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد سواء كان هنا على أرض الوطن أو في أماكن تواجده في مخيمات اللاجئين في دور الجوار والطوق أو حتى في تواجده في كافة أماكن التواجد الجاليات الفلسطينية هذا التواصل الحقيقي الذي حققته الثورة الفلسطينية وحققته المشروع الوطني الفلسطيني حققته من خلال الكيانية الموحدة للشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني كله موحد على هدف تحرير الأرض والحرية للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وعاصمةها القدس وحق العودة للاجئين ولذلك نجد بأن أبناء شعبنا القادمين في إقليم سوريا إقليم لبنان إقليم مصر الآن يتضافروا في فعاليتهم بإسناد بيتا إيقونة المقاومة الشعبية في فعاليات الإرباك الليلي التي يقوم بها لينياً أبنائنا في بلدة بيتا أنا اسمي ميادة حسن الحاج عضو لجنة إقليم سوريا من الأصل من سكان مخيم اليرموك لاجئة من 48 في المخيم صراحة إحنا كنا كل الوقت لما نكون فيه اشتباكات أو فيه مواجهات أو فيه إرباك ليلي نظلنا مراقبين الوضع بلحظة بلحظة يعني لما كان لبسة التلفزيون أنه فيه اشتباكات ومواجهات حقيقة كنا نتمنى لو نكون موجودين بيناتكم نكون نقدر نعمل إشي معاكم حقيقة الله عطانا فرصة أنه اليوم إحنا نكون بيناتكم ونقدر نوقف في بيتا ومقابل جبل صبيح وندعي الله أنه نيجي ويكون محرر ويقدروا أهل بيتا يزيلوا المستوطنين من عن هذا الجبل ويحرروا ويرجع فلسطيني مية بالمية إحنا عايشين معاكم كل الوقت إحنا ما منقدر نفصل ما بين الفلسطيني اللي عايش بره واللي عايش جوه إحنا كل واحد عدونا واحد وهدفنا واحد اللي هو تحرير فلسطين وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس إن شاء الله وسترفع زي ما قال القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات سيرفع شبلهم من أشبالنا أو زهرتهم من زهراتنا عالم فلسطين فوق مآدن القدس وكنائس القدس وأسوار القدس يروها بعيدة ونراها قريبة وإننا لصادقون اشتركوا في القناة